السلام عليكم كيفكم متابعين يا رب تكونوا بألف خير رح نكمل الحلويات التراسية اللذيذة وأكلاتنا الشتوية ورح نعمل لبسيس لبسيس هذا وقته لأنه بالزبدة البلدية أو بالزبدة الطبيعية بطريقة بسيطة وحلوة وسهلة العجينة بنحتاج لكبيتين طحين ورشة ملح وربع كباية صغيرة من السميد وهان السميد بيعمل هيك قوام لذيذ كده للعجينة وإذا مش حابة تحطي بلاش حطت كمان ثلاث معالق زيت نباتي وعجنتها كويس لما صارت عجينة متماسكة غطتها ترتاح نصف ساعة في الوعاء نيجي للمكون الأساسي المكون الأساسي هو الزبدة اللي من الحليب البقري أو الجموسة وفيها نسبة دسم عالية بتكون ولازم تكون زبدة مش سم نحطها في طوى وأسيحها إذا كانت زبدة طبيعية من تباعة الموسم من عند الفلاحة بيكون ممتاز قطعت العجينة لأربعة وسبتها ترتاح أو خمسة أو قد ما تيجي معاك حسب كميتك بحجم الرغيف أو بحجم القرص رقيتها هلأ ليش إحنا بنخليها ترتاح لأن العجائن كل هاي اللي ما فيها خميرة بعد التقطيع لازم ترتاح وحط نشا بين كل قرص والتاني علشان ما يلزقوش ويرتاحوا بعد عملية الرق هادي يعني بعد كل عملية لازم ترتاح والراحة مدتها من ربع لنص ساعة أنا هنبحط تلاتة تلاتة فوق بعض وبسيبهم يرتاحوا بعد هيك إيش بكون مسايحة زبدة ومجايبة العجلة شايفين العجلة هاي القطاعة عبارة عن عدة شفارات على شكل عجلة رح أدهن كل قرص عليه سم زبدة وعلى الطاولة زبدة وأسير أمد حتكون سهلة معك في المد لأنها ارتاحت مد من جوة لبرا نظام الفرد يعني زي ما عملنا بفطير السبانق والصفيحة اليفوية بالفيديوهات السابقة والراحة والدهون بتسهل عملية المد وبعدين طبئة تطبيقة اللي في الشمال جبيها عالجنوب وفي الجنوب جبيها عالشمال بس وإدهني بعد كل عملية بدك تدهني زبدة بالفرشاية أو بإيدك أنا بابل إيدي وبدهن وراح أجيب بعدها العجلة صارت عندي قطعة هيك طويلة وبمشي بالطول هيكت بمشي حبال وبصير أمسك وبالمهم حلزونة بدي أضمهم كده زي العقصة كيف بنعمل العقصة أو بتمسك هيك ضمة الشاعر أمسكية ولف فيها ما تخفيش قطعة طلعات قطعة هذا بتعود بتلف فيهم هو هيكت سبحان الله الأكلات التراسية يعني بتكونش دقيقة كتير يعني زمان كانوا يشتغلوا هيك يعني الأشكال تكون على البركة بس تبقى حلوة شايفين شكل حلزونة طلعات وعلى صنية مدهونة بالزبدة راح أحطهم أو على ورق زبدة شايفين ما أحلاها زي القرص هيكة دي المخطط هعمل كمان واحدة قدامكم بندهن وبنمد من جوة لبرة بخفة ما تخفيش إذا بتتغلب ولسه مبتدئة ظغر الكورة لما تعجنيها إذا المكان عندك صغير ظغر الكورة كمان مرة شايفين النقط هادي نقط السميد وأنا زي ما قلت لكم السميد اختياري هادي من الحلويات اسمها البسيس يلي بيعملوها في موسم بداية الربيع بتكون الزبدة البلدي بتكون بدت هيكة بخير السنة طلعت وبيبدو يعملوا منها الحلويات إحنا أكلاتنا التراثية كلها نظام مواسم كل موسم بموسم وبيبدو يعملوا أكلات سواء حلويات سواء موالح شايفين كيف طبقت طبقت الليلة قدام دخلتها لجوة يعني كأنه تلاتة عملتها وهي كمان مرة بالعجلة يعني جيبت بس جهتين طبقت يا بنات يا متابعات يا حلوين وبالعجلة قطعتها إذا ما عندك عجلة ممكن عجلة البيت سبس تخذ هويات فيها كده رايح جاي رايح جاي وبنضمها زي العقصة وشفتوا اللي تقطعوا هدول حطوهم حطوهم بين اللفات ما بيسر لهمش إشي رح أحطها على الصينية كمان وأسيبها ترتاح كده عشر دقايق إذا ارتحت حت تضغط عليها في إيدك ادهني عليها كمان زبدة وبعد ما يرتاحوا اضغط عليهم في إيدك عشان تفرديهم أكتر وكل مرتاحة حتضغط معاك شايفين بعدين ححمي الفرن على درجة حرارة 180 يتحمروا من تحت يتحمروا شوية من فوق بكون مجهزة القطر أو عسل النحل أو عسل ستيفيا الدايت عحسب أنت كيف بتحبي بتبقى مقرمشة وطرية بنفس الوقت وهنا السميد هو اللي عمل هذا الدور إنه تحس فيه هو اللي بيعمل السماكة بالنسبة للقطر كبتين سكر كبتين مية وبتعقديهم مع عصرة نص ليمونة إذا حباها مقرمشة حمريها إذا حباها فيها طراوة ما تحمرهاش بعد ربع ساعة بعد ما تشرب العسل أو القطر بتبدو إيش تكليها بتبدو عاملة زي هيك بتبقى زي الطبقات بتبدو تعمل هاي لبسيس الأكلة اللذيذة اللي بالزبدة البلدية أو بالزبدة الطبيعية إن شاء الله يربي يكون عجبكم يعطيكم ألف عافية